انا دكتور عمر سمير استشاري جراحة الماء البيضة والزرقة في مستشفيات ومراكز مغرابي للعيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية في بريطانيا احتياج المريض لارتداء نضارة طبية بعد عملية الماء البيضة وزرقة العدسة بيعتمد بشكل كبير على نوع العدسة اللي احنا بنزرعها بعد عملية الماء البيضة بنسبة كبيرة جدا المريض مش بيحتاج نضارة للمسافات لو احنا زرعين عدسة قوحة دية البقرة ساعتها بيحتاج المريض لنضارة للكراءة ولو احنا زرعين عدسة من العدسات المتعددة البقرات زي المارتي فوكل او تراي فوكل والعدسات دي تطورت دلوقتي بشكل كبير ساعتها المريض مش بيحتاج يلبس نضارة ولا للمسافات ولا للكراءة وبيستغناء تماما او بيستغناء تام عن النضارات بعد العملية